السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا بنكمل كلامنا على موضوع درجة الحرارة والضغط وتأثيرهم على حالة المادة اتكلمنا على درجة الحرارة الوحدها واتكلمنا على الضغط الوحده فعايزيني شوف بقى التأثير المجتمع للاتنين مع بعض لو انا عندي درجة حرارة وضغط يختلفوا ازاي اقدر اعرف حالة المادة عند يعني قيم مختلفة للضغط مع قيم مختلفة لدرجة الحرارة فعلشان نقدر نفهم الحكاية دي فاحنا بنرسم رسمة اللي هي زي اللي قدامنا دي بنسميها اسمها لان او الضغط على الواي اكسس والتامبرتشر او درجة الحرارة على ال اكس اكسس فاللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا ده بيبقى متقسم لمناطق منطقة للسوائل ومنطقة للغازات او المنطقة اللي بتبقى المادة عندها في الحالة السائلة ومناطق بيبقى عندها المادة في الحالة الغازية وكذا والواضح ان اي منطقة هنا هتبقى عبارة عن يعني درجات حرارة وضغوط يعني اي حاجة جوه جوه الرسمة دي هي عبارة عن تجميع درجة حرارة وضغوط فاحنا بشكل عام بشكل عام في حاجات ممكن نبقى متصورينها قبل ما نعمل اي حاجة قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل احنا عارفين ان السوائل بتبقى موجودة عند درجات الحرارة المنخفضة او الغازات بتبقى عند درجات الحرارة العالية فانا متصور ان الناحية اليمين دي هتبقى اكتر ناحية الغازات والناحية الشمال دي هتبقى اكتر ناحية السوائل وبالنسبة للضغوط انا عارف ان كل ما الضغط بيعلى المادة بتبقى سائلة اكتر وكل ما الضغط بيقل بتتبخر اسهل فبالتالي المنطقة اللي تحت دي هتبقى اقرب للغازات والمنطقة اللي فوق دي هتبقى اقرب للسوائل فلو جينا بقى نجمع بقى تأثير الضغط ودرجة الحرارة حيبقى السوائل او الحالة السائلة هتبقى عند الضغوط العالية ودرجات الحرارة المنخفضة والعكس عند درجات الحرارة العالية والضغوط المنخفضة هتبقى المنطقة اللي فيها الغازات طيب فدي دي حاجة بديهية جدا يعني مش ما فيهاش مشكلة ودي معتمد على اللي قلناه بالخصوص المرة اللي فاتت طيب ايه الحد الفاصل بقى ما بين السائل والغاز فين هو المكان اللي يفصل المكانين دول على بعض او الحالتين عن بعض فعلشان نعرف الحكاية دي احنا محتاجين نستفيد من المعلومات اللي قلناها المرة اللي فاتت فيما يخص اعتماد درجة الغليان على الضغط فاحنا كنا قلنا عند الضغوط لو بنتكلم على الضغط الجوي اللي هي الحالة العادية لو انا عندي اي اي حاجة مفتوحة للضغط الجوي فحتبقى يعني نقول ان درجة الغليان هتبقى متوسطة فحتبقى مثلا النقطة دي دي نقطة بيتحول عندها المادة من غاز لسائل او من سائل الغاز فعند نفس الضغط لو درجة الحرارة زادت هتبقى غاز لو درجة الحرارة التي هتبقى سائل فده النقطة اللي بتفصل بين السائل والغاز عند التجميع دي من درجة الحرارة والضغط كان في نقطة تانية احنا عارفينها اللي هي قدرة الضغط اننا لو حلت الضغط اننا لو حشتغل في حالة زي كده فالضغط هيبقى عالي وبالتالي درجة الغليان هتبقى عالية فحتبقى درجة الحرارة المكافأة للضغط ده هتبقى عالية هي كمان فحتيبقى نقطة دي برضو بتفصل ما بين الغاز والسائل وكنا كلمنا على الحالة الثالثة في الفيديو اللي احنا كنا شفناها المرة اللي فاتت برضو البيكر اللي احنا كنا بنسحب منه هوا علشان نعمل فكان الضغط فيه قليل فعشان كده هي موجودة هنا والضغط القليل ده كان الغليان بيحصل عند درجة الحرارة بتاعات الغرفة اللي هي درجة حرارة مخافأة جدا فدي نقطة برضو بتفصل ما بين الغاز والسائل فانا لو يعني رسمت نقطة كتير هلاقي ان في خط هو اللي بيفصل ما بين الحالة الغازية والحالة السائلة ويعني كل ما يكون على يسار او على شمال الخط ده فهي هتبقى حاجة سائلة وكل اللي على يمينه هتبقى حالة غازية فدي حاجة محتاجين ان نبقى فهمينها وإحنا كنا قولنا قبل كده ان اي مادة لو انا عايز اوصلها ان هي سائلة وتتحول لغازية او غازية وتتحول لسائلة فهي احنا كنا قولنا ان في حاجة اسمها ساتيريتد لكود وساتيريتد بيبر ساتيريتد لكود ده اللي هو السائل اللي وصل عند درجة الغليان فأي حرارة حيخدها حتخليه تبخر والغاز العكس ان هو غاز وصل لدرجة التكثف فأي حرارة حيفقدها حتؤدي للتكثف فعشان كده اللي على الخط ده ممكن يبقى ساتيريتد لكود او ساتيريتد فيبر فعشان كده بنسمي الخط ده الليكود فيبر ساتيريشن كيرف او خط التشبع بتاع الغاز والسائل ان هو اللي بيقع عند النقط دي بتبقى نقط بيبقى عندها الغاز او سائل عند درجة التشبع يعني برضو احنا محتاجين نفهم ان النقطة دي مشتركة ما بين الناحيتين فهي النقطة دي ممكن تبقى للسائل وهو بيتبخر وهي تبقى للغاز وهو بيتكثف فهي لان احنا قلنا ان التكثف والتبخر او الفيزة تشينج بشكل عام او تغير الحالة بيحصل عند درجة حرارة ثابتة فهي نفس درجة الحرارة فمش بيحصل فيها حاجة يعني بالنسبة نقطة مشتركة ما بين الغاز والسائل طيب النقطة اللي احنا شايفينها دي هي هي تقريبا او هي بالضبط او ضغط التشبع اللي احنا كنا شفناه المرة اللي فاتت برضو لما كلمنا على اللي هو بنسميه فهو نفس نفس الحاجة بالنسبة للليكود فيبر فهو هو طيب خلينا نبص على ارقام حقيقية بالنسبة للمياه اللي اسمه اللي قدامنا دي ده بتاع المياه النقط دي مكافأة لضغوط مختلفة عند درجات حرارة مختلفة طبعا القيم هنا كبيرة جدا يعني انا اواصل لضغط حوالي 240 اتموسفير فضغط يعني عالي جدا 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 في نفس الوقت انا هلاقي درجات الحرارة برضو عالية وده منطقي بما ان الضغط عالي جدا فدرجة الحرارة برضو ايه كمان لازم تعلى لان كل ما الضغط بيعلى درجة الغليان بتاع له ايه كمان فلو جينا نبص هنلاقي ان الناحية او المساحة اللي بالاخضر دي هي المساحة السائلة والمساحة اللي باللون الاحمر دي هي المساحة الغازية طيب في نقطة هنا مهمة جدا محتاجين يعني نتكلم فيها ببعض التفصيل تخص الرسمة هي لا تخص الفيز ولا الموضيع اللي بنتكلم فيها بس هي تخص عرض البيانات او الارقام اللي موجودة لو انا جيت ابص على قيمة درجة او الضغط اللي بيخص النقطة دي الضغط عند النقطة دي بكم فعلى ما يبدو ان هو هيبقى بصفر النقطة اللي بعدها يعني يبدو برضو انها صفر والنقطة اللي بعدها اعلى شوية القيمة الدقيقة للنقطة دي النقطة دي والنقطة دي مش مفهومة مش معروفة انا مش قادر اشوفها يعني انا مش قادر افرق بين القيم بتاعة الضغوط للنقط دي لان هما قريبين جدا جدا من بعض والسبب في كده ان الضغوط اللي احنا بنتكلم عليها هي ضغوط عالية جدا جدا انا بتكلم على 250 يعني السكيل بتاعي وصف بدء من الصفر وبينتهي عند 250 فبقى ان انا عايز اوصل ل250 فانا محتاج اوسع اوسع الاكسس جدا جدا بحيث ان هو يقدر يوصل ل250 دي فبقى المسافة ما بين كل نقطة او كل رقم التاني بقت مسافة صغيرة يعني مسافة كبيرة يعني المرحلة اللي بزود بها درجة الضغوط هنا خمسين فهي بزودها من صفر لخمسين ومن خمسين لمية ومن مية لمية وخمسين وهكذا فبالتالي المسافات البينية دي بقت صغيرة جدا يعني يعني فيها ضغوط كتير في مسافة صغيرة يعني انا عشان اتحرك من صفر لعشرة هو الحتة دي بس اللي بتعبر عن الصفر لعشرة ما كانت صغير جدا 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 فيه يعني فرق ضغط مش صغير يعني انا عندي كم نقطة واحد اتنين هذه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة نقط التمنى دي بعد العشرة او يمكن على العشرة تمن نقطة مثلا من صفر العشر وانا مش هقدر مهما حاولت او مهما يعني يعني بازلت مجهود عشان اشوف الفرق او اجيب بدقة استخرج بدقة قيمة الضغوط في النقط دي انا مش هعرف يعني دي ممكن اه دي دي واضح ان هي متين وعشرين مثلا دي واضح ان هي متين وخمسة دي واضح ان هي مية خمسة وتسعين الحاجات الكبيرة هتبقى واضحة لكن الصغيرة انا ديقت الاسكيل بتاعها جدا 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 فالفرقات بينها ما بقتش باينة ودي حاجة بنقابلها كتير لان انا مضطر ان انا ان اوسع الاسكيل علشان اقدر ابين كل النقط وإلا لو انا لو انا خليت الاسكيل مثلا من صفر الخمسين يعني خليت المسافة دي كلها من صفر الخمسين كل النقط دي مش هتبين وتطلع برا الرسم او بقى ان انا اعمل رسمة على الحيطة بقى يعني اعملها طول متر مثلا بحيث ان هي تبقى الاسكيل بتاعي بقى مرحرح على الاخر والدنيا واسعة بحيث ان هي تقدر تبقى المسافات كبيرة قوي فاقدر اشوف الارقام الصغيرة دي وده مش منطقي فالرسمة بالشكل ده بتخليني افقد بعض القيم لان انا مش قادر اشوف قيمتها بشكل دقيق لان الاسكيل واسع جدا جدا فالنقط الصغيرة دي او عند القيم الصغيرة بقت مضغوطة جدا فانا مش قادر اشوفها فعلشان اقدر اشوفها فاحنا بنعمل حاجة صريفة جدا جدا ان احنا بنرسم الرسمة دي على اسكيل مرسوم بشكل مختلف الاسكيل ده بيسموه linear scale يعني المسافات بينه سبتة هنا صفر عشر عشر ثلاثين اربعين خمسين ستين يعني بين كل نقطتين نفس القيمة عشر عشر اتموسفير البديل ان انا ممكن ارسامها على حاجة اسمها logarithmic scale logarithmic scale دي ده اسف بيبقى زي ما احنا شايفين كده انا مش بمشي من صفر الخمسين ومن خمسين لمية ومن مية لمتين او من مية وخمسين ومن مية وخمسين لمتين لا انا بمشي بمضعفات العشرة فانا حبتدي هنا بعشرة قص ناقص اتنين وبعد كده عشرة قص ناقص واحد فديه عشرة اضعاف دي وبعد كده من عشرة قص ناقص واحد لعشرة قص صفر اللي هي واحد عشرة اضعاف دي اضربها في عشرة اضعاف فتبقى دي بعشرة عشرة اضعاف بقيت بمية عشرة اضعاف بقيت بألف فاللي موجود هنا في اللوجريتمic scale دوت ان انا بجيب الباورز بتاعت العشرة فهي عشرة قص ناقص اتنين ناقص واحد صفر واحد اتنين تلاتة فدي الباورز بتاعة العشر. وهلاقي ان الارقام الصغيرة يعني اللي بيسموه الخطوط الصغيرة دي المسافات منها مش ثابتة. يعني لو قربنا كده المسافات دي خلينا نيجي عند هنا فهتلاقي مسافة بين بين اول اتنين كبيرة وبعد كده اصغر واصغر واصغر رات لما توصل نتبه صغيرة جدا في الاخر. فلو جينا نبص هنا مثلا دي واحد ودي عشرة. فواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. بعد كده دي عشرة فتبقى عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية. مية متين تلتمية ربعمية خمسمية لغاية الف. فدي بتبقى جميلة جدا لان المسافة ما بين وهي دي بقى الحلاوة او جمال اللوجرافمكس كيب. ان المسافة ما بين عشرة والصناقص واحد اللي هي 0.1 وواحد هي هي نفس المسافة اللي ما بين عشرة ومية. هي هي نفس المسافة اللي ما بين واحد وعشرة. فكل الارقام حدان. فان الرقم ده واضح جدا بالنسبة لي انه هو واحد من عشرة. ده واضح جدا انه هو واحد. ده اتنين. ده تلاتة. ده اربعة خمسة. وبعدين ده هيبقى تمانية وهكذا. فان كده ممكن اشوف كل الارقام من غير ما يبقى فيه رقم او فيه مساحة مظلومة. الارقام العالية حدبان. الارقام المنخفضة حدبان. واقدر اشوف الاتنين بشكل واضح جدا جدا جدا. الرسمة دي عندي فيها الواي اكسس على اللوجريتمي سكيل والايكس اكسس مرسوم باللينيار سكيل عادي. فده بنسميه سيمي لوج بلوت. سيمي لوج يعني الناحية منه بتبقى اللوجريتمي سكيل والناحية التانية بتبقى لينير سكيل. ممكن ADN يبقى لوجريتمي سكيل بنسميه لوج لوج سكيل ساعتها يعني. ما علينا يا فاي دي بتبقى يعني ايه نقطة جانبية بس هي مهمة ان احنا نبقى فاهمينها يعني. طيب خلينا نحاول بقى ان نتوسع في شوية احنا مركزنا فيه اكتر على التحول من المادة السائلة للمادة الغازية والعكس فاحنا عايزين نشوف بقى لو حنوسع الرسمة شوية فالرسمة في الحقيقة لو انا هاخد بقى يعني رينج اكبر او يعني قيم اكبر من الضغوط ودرجات الحرارة فحلاقي ان هو انا عندي انا عندي مواد صلبة فدي برضو جزء تاني من الرسمة لازم تبان فيه فزي ما كان عندي خط بيفصل المادة السائلة عن المادة الغازية فلازم فيه حاجة تفصل المادة الغازية عن المادة السائلة المادة الصلبة اسف عن المادة الغازية السائلة فحلاقي ان الرسمة بقت شكلها عامل كده الخط اللي احنا كنا تكلمنا عليه قبل كده هو الخط ده ده يعني هي دي الجزء من الرسمة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده وكانت قسمتلي المساحة الاثنين السوائل وغازات فما فيش غير المساحة دي اللي هتبقى للمواد الصلبة. فهنا بتبقى المواد الصلبة. ومنطق ان هي برضو حابق عن درجات حرارة اقل كتير. فكلما درجات الحرارة بتقل كلما المادة ممكن تتجمد. فهتبقى المواد الصلبة عند درجات الحرارة دي. وهيبقى عندي دوة السوائل وده الغازات. طبعا ده بالنسبة للمية. لو انا بتكلم على الستيم يعني فهو هيبقى سوبرهيتد استيم. وهيبقى عندي الخط اللي احنا قلناه ده او الخط ده كنا قلنا عليه. وبنفس الفكرة هيبقى الخط ده بيمثل الليكوت سولد ساتوريشن كيرف. وهيبقى الخط ده بيمثل الصولد في بر ساتوريشن كيرف. الليكوت سولد مفهومة. ان انا المادة بتتحول من مادة صلبة لمادة سائلة. دي مفهومة. يعني واضح ان احنا ممكن نفهم الحكاية دي. لكن واضح ان في هنا حالة ممكن تتحول فيها المادة من مادة صلبة لمادة غازية بشكل المباشر من غير ما تعدي على على يعني اللي بيحصل ان انا لو عندي حاجة موجودة هنا اه هي بتقطع بتقطع الخطوط دي عند مكانين عند وعند فانا عندي حاجة صلبة حتعدي الاول بال يعني حت حتنسخنها وده اللي قلناها مرة القبلة اللي فاتت اه حنسخنها لغاية لما توصل لساتيوريتد او توصل عند الملتينج بوينت وبعد كده تتسيح وبعدين تتحول لليكود نسخنها لغاية لما تتحول لليكود وبعدين ساتيوريتد فيبر وتكمل بعد كده تسخين ده 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 المصاري الطبيعي اللي احنا عارفينه لكن لو احنا نزلنا بقى بالخط ده تحت شوي حنلاقي ان هي حتعدي من الصلد للغاز على طول يعني مادة صلبة لمادة غزية على طول ودي ودي يعني حاجة معروفة اسمها التسامي او السبليميشن ان هي المادة ما 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 بتسحش هي بتتبخر على طول يعني مش بتتبخر بتتسامى يعني تتحول من مادة صلبة لمادة غزية هنلاحز ان في هنا نقطة الخط ده بيقف عندها النقطة دي بنسميها الكريتيكل بوينت يعني partnering المادة بعد الكريتيكل بوينت يعني اعلى من الكريتيكل بريشر او اعلى من الكريتيكل تيمبرتشر بتتصرف بشكل مختلف خالص عن تصرفها قبل الكريتيكل كونديشن فعشان كده مش يعني مش مش هنتكلم عن اللي احنا بنقوله هنا في نقطة اخيرة مهمة برضو اللي هي النقطة دي اللي هي بنسميها التريبل بوينت او النقطة الثلاثية هنتكلم دلوقتي على يعني هنشوف الاثنين فيديوز واحد هنشرح فيه حكاية او هنشوف فيه موضوع التسامي ده او وانه الفيديو اللي بعده هنشوف فيه التريبل بوينت او النقطة الثلاثية دي. فخلينا نشوف السبليميشن. اللي عندنا هنا حاجة اسمها دراي ايس. دراي ايس دوت كربون ديوكسايد. ساني كوكسيد الكربون بس في حالة صلبة. فهو زي التلج بس هو مش مية هو كربون ديوكسايد. الكربون ديوكسايد بيبقى يعني هو بيبقى في الحتة دي. لما بيبقى مادة صلبة هو بيبقى في الحتة دي. فالحنشوف دلوقتي ان احنا لما هناخد في الفيديو ده هناخد شوية من الكربون ديوكسايد ده السولد كربون ديوكسايد اللي هو وحيحطه جوه المية. اللي احنا شايفينه بالزبط دلوقتي ان ده السبليميشن. ان المادة الصلبة بتتحول مباشرة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة من غير متسيح يعني هي بيطلع منها الفقاقيع المية دي بشكل مباشر والغاز اللي طالع ده كربون ديكسايد وباقي انه هو شكل مختلف يعني مش بخار مية ولا حاجة ده كربون ديكسايد فده اللي احنا بنقول عليه ان مادة صلبة تتحول الى مادة غازية بشكل مباشر من غير ما تعدي على الحالة السائلة طيب الحالة الاخيرة بقى الحاجة الاخيرة اللي هنكلم عليها هي موضوع الـ triple point وهي دي زي ما قلنا بيبقى فيها لتلات بيبقوا موجودين مع بعض وده الفيديو اللي احنا شايفينه ده بيبقى للـ triple point بتاعت المية التريبل point بتاعت المية بتبقى عند ضغط 0.061 بار وعن درجة حرارة 1 من 100 سليس الفيديو اللي احنا شايفينه ده هو فيديو طويل للنك هنا ممكن تخش عليه لو عايزين بس هي دي يعني زي غرفة معزولة ممكن يتعمل لها فاكيوم يعني الحتة الصغيرة الفتحة اللي تحت دي دي بتشفت منها بحيث ان هي توصل الضغط اللي هي الضغط المنخفض جدا جدا ده وفي نفس الوقت تبقى درجة الحرارة بنتحكم فيها فهو اللي حصل ان هم بيتحكموا في الضغط ودرجة الحرارة لغاية لما المية وصلت للكريتكال كونديشن اللي باين دلوقتي ان هي مية وفيها شوية تلج بس مع الوقت هنلاقي ان التلاتة فيزز هيبقوا موجودين مع بعض يعني هلاقي تلج ومية وبخار مية موجودين في نفس الوقت يعني هو لسه لحد دلوقتي ما وصلش للحالة للسلميشن دلوقتي ابتدت اسف تريبل بوينت دلوقتي وصلت للتريبل بوينت فهنلاقي ان فيه تلج بيتكون فيه تلج هيظهر هنا بشكل افضل وفي نفس الوقت المية ان هو اعتقدنا بين اكتر يعني فيه تلج موجود وفيه مية وفيه غاز التلاتة التلاتة فيزز موجودين في نفس الوقت في نفس الظروف مع بعض فالمادة بتتبخر وتتكسف وبتسيح وتتجمد في نفس الوقت عند الضغط ده التلاتة فيزز بيبقوا موجودين في اي حالة بتبقى يعني ظروفها يعني ايه دقيقة جدا ايه لازم تبقى عند الظروف دي بالذات لو ضغطة درجة الحرارة تغيرت شوية او ضغطة تغيرت شوية يعني مش هيحصل موضوع التريبل بوينت ده فيعني ارجو ان اللي احنا عملناه ده يبقى يعني يوضح الامور شوية فاحنا كده حنبقى انتهينا من المقدمة هي خدت شوية وقت بس هي مهمة الحقيقة فبداية من المرة الجاية حنبدأ نشوف بقى الحسابات اللي احنا محتاجين نعملها وازاي نقدر نستفيد بالجداول في الكتاب علشان نحسب الانتربيز والانتربيز او التغير في الانتربيز والانتربيز والانتربيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة